يا مساء الجمال يا مساء الحب يا مساء السعادة عليكم وحشتوني جدا 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 من الأسبوع اللي فات النهاردة الحلقة بتاعتنا ان شاء الله هتكون مميزة جدا وممتعة جدا 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 هنتكلم عن الجمال بس بطريقة تانية ومن اتجاه تاني خالص للجمال حاجة لها علاقة قوية جدا بالجمال وهيعرفنا كده استاذنا الجميل كابتن أحمد مسعد أحمد علي أهلا وسهلا بحضرتك معيد بوكلية التربية الرياضية قسم نظريات وتطبيقات الجنبوز والتمرينيات والعرض الرياضية وكمان صاحب أكاديمية جماليستيك يدو دراجون أهلا وسهلا بحضرتك شرفتنا بحضرتك شرفتنا جدا شكرا على التقديم الجميل إن شاء الله الحلقة تكون جميلة جدا وممتعة لك جميلة وحضرتك طول أهلا بحضرتك حابين بس في الأول كده نعرف بس مشروع حضرتك والأكاديمية بتاعتك واتكلمنا عنها كده شوي طبعا قبل ما أعرفك على الأكاديمية أحب أشكر كل الناس اللي بتتابع حضرتك وضيوفك وشكرا جدا على الأصدافة الجميلة دي بالنسبة لأكاديمية جميلة كيلو دراجون هي أكاديمية رياضية بتضم مجموعة كبيرة من الرياضات اللي لها طبيعة خاصة زي رياضة الجنبوز زي رياضة اللابالي زي كومفو الزنبع الفيتنس رياضات متنوعة هي صالة رياضية متكاملة وتعتبر في مدينة الإسماعيلية صالة فريدة من نوعها لو ما قلناش إن هي الأولى من نوعها والوحيدة في المكان بنحاول نقدم من خلالها الرياضة بشكلها الراقي بشكلها الأكاديمي بشكلها العلمي الرياضة اللي مبنية على أساس علمي قوي جدا بحس إن احنا نفيد أكبر قطاع من المشتركين عندنا طيب هل حضرتك بقى الأكاديمية عندك؟ هي هنقول زيها زي أي أكاديمية بس أكيد فيها حاجات بتميزها عن أي أكاديمية برضو في مميزات ليها هو الحمد لله زي ما قلت لحضرتك من الأكاديمية نقول فريدة من نوعها اللي بيخليها فريدة من نوعها وتفرق عن أي أكاديمية تانية حاجات كتير قوي أولا المساحة عندنا مساحة بتناسب كل الرياضات اللي موجودة عندنا الإمكانيات والتجهزات اللي موجودة خصوصا في رياضة الجيميناستيك رياضة الجنباز اللي هي رياضة تعتبر رياضة ركية جدا وجميلة جدا عندنا الأجهزة القانونية اللي يمارس على الرياضة دي بالمساحات اللي المطلوبة عندنا كمان وده أهم من أي حاجة أصطف عالي جدا 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 من المدربين خارجي كلية التروية الرياضية وعندنا مش أي حد بيقدر يجوين الجروب بتاع التدريب غير لما بيخضع الاختبار وده ما بتعملش في أماكن كتير الأكاديمية عندنا فيها التعقيم بقى ده بشكل دوري حتى من قبل الأحداث اللي مرون بيها للأسر بقى هنشوفه في موضوع كورونا بقى عايزين نعرف برضو هنشوف اللي حصل أثناء فترة كورونا وأيام بقى الفترة الصعبة اللي عدت علينا دي طبعا هو كانت فترة صعبة ولو هنتكلم على أحداث كورونا فهي بالنسبة للأشخاص اللي في المجال الرياضي بشكل عام طبعا احنا كلنا بشكل عام تأثرنا لكن في المجال الرياضي بشكل خاص لا القطاع الرياضي تأثر جدا وطبعا احنا من ضمن القطاع ده في ملايين بيشتغلوا في القطاع الرياضي هو حصلوا فريزينج تجمد بشكل تام وفي الدراسة في بداية الحزر طبعا في خسائر مادية في خسائر مادية جمدة جدا في أماكن ما قدرتش لحد دلوقتي تستارتب أو ترجع زي الأول المكان عندنا حاولنا نستفاد من الأزمة دي أن احنا ما يخليش أولادنا اللي بيتابعوا معينا خصوصا الفرق كنا بنزل لهم تمرينات أولاين أي نعم خسرنا شوية بس احنا رجعنا بعد ما بالإجراءات الاحترازية كاملة طبعا رجعنا بندرب بشكل قوي رجعين أقوى وعايزين نحق أحاجة طيب سؤال بقى كده هسأله حضرتك هو مثلا حضرتك في الأكدامية أكيد عندك المستوى الهوي ليبل مثلا وفيه المستويات المتوسطة وفيه طبعا المستويات طب لو جات لك مثلا وليت أمر وقالت لك مثلا أنا نفسي بنوتي مثلا تلعب بس أنا إمكانياتي المادية ما تسمحش أن أنا أدفع شتروك شعري حضرتك بصير الاجتماعيات يعني المسائل الاجتماعي لأولاية الأمور فيه ناس كتير بدون بقى يعني مش مقدرة أن هي تدفع مبلغ كده كل شهر حاس أن هو هتقيل عليها يعني هو ناشي هنقولها الهوى لأ إحنا أي حد بيتشرفنا لو مش مقدر بالشكل الكافي إحنا بنقدر ننظم له عروض كويسة أو لو فيه ناس بتوصل معها لدرجة أنها بتتمرن وده بالعكس ما قللش من شأننا إحنا في الأول في الآخر بنصبرت الرياضة بشكل عام الرياضة بشكلها الممتع الرياضة بشكلها الأكاديمي فمش هدفنا الأول للمد إحنا المدية لأ مجرد أن يبقى فيه دخل ثابت للكباتن اللي موجودين معنا في الجروب وبنغطي مصاريف الأكاديمية أولا هم الشربح بسيط فما بيفرقش معنا لو حد جاي ظروفه ما تسمحش أنه يدفع تعمل الاشتراك أو كده لأ ممكن يجاين المكان حتى لو خاسم 50% أو حتى بتوصل فور فري ما عندناش مشكلة كويس تمام طيب عند حضرتك بقى ولاد وبنات آه طبعا فيه فصل بينهم يا ترى ولا كل قلوبهم؟ في رياضات فيها فصل بيبقى بشكل طلقائي أو شكل إجباري زي رياضة الجنباز لأن الإجباريات بتختلف يعني لو تكلمنا بشكل فني شوية عن رياضة الجنباز رياضة الجنباز للبنات على أربع أجهزة للولاد على ستة أجهزة للبنات والولاد فيه جهازين مشتركين جهاز الحركات الأرضية وحصان القبص البنات بتختلف عن الولاد في جهازين كمان متوازي البنات والبيم على ردة التوازن الولاد بيبقى عندهم الجهازين المشتركين زي ما قلنا جهاز الحركات الأرضية وجهاز حصان القبص وجهاز الحلق وجهاز المتوازي وجهاز حصان الحلق ده بيخلي أن الإجباري من البداية بيختلف اللي بينزلوا لاتحاد المصر الجنباز أو عمتا على مستوى العالم إجباريات البنات بتبقى غير البنين فإحنا بنضطر إن إحنا نفصلهم في سننا صغير خصوصا أن رياضة الجنباز سن البداية فيها بيبقى من أعمار صغيرة جدا من أربع سنين وثلاث سنين فالفصل بيبقى موجود إجباري لكن في رياضات تانية زي الكونغفو زي الكاراتي لا مش شرط إنه يبقى في فصل البلي بيبقى بطبعه الخاص اللي هو فيه الأنوصة الطريقة شوية بيبقى معظم المشتركين بنات فالريدي هم بنات 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 بس طيب لو جي طفل مثلا وعاوز يلعب رياضة وحضرتك شايف إن هو غير مؤهل يعني بدنيا عنده مثلا وزنه زيت شوية مثلا نفسيا برضو مش مؤهل بس الأهل اللي هم ضغطين عليه إنه هم لازم تلعب رياضة بيتصرف إزاي سواء نفسيا بقى غير مؤهل نفسيا أو بدنيا طيب هو إحنا بشكل عام بنعمل اختبار بسيط للطفل قبل ما يلتحك بالأكاديمية في أي فرع من فرع لو لقينا إن فيه طفل من الأطفال مثلا وزنه زيت شوية نفسيا أو اجتماعيا مش جاهز إنه هو ينضم المجموعة بيبقى مثلا طفل وحيد أو ما اختلطش كتير بحد بنتابع الحالة إحنا دورنا إن إحنا ما جلناش طفل جاهز إحنا بنعمل إيه إحنا دورنا في المكان إن إحنا نقاح للطفل لإنه هو يبقى جاهز فبيجي جوين الجروب ما فيش مشكلة بنبدأ إحنا نشتغل بقى على الرياضة الناس فهمة إن هي بنشتغل على الجانب البدني بس وده طبعا حجم الصح إحنا بنشتغل في الرياضة بشكل عام على الجانب السيكولوجي اللي هو الجانب النفسي وعلى الجانب الاجتماعي وعلى الجانب الفيسيولوجي اللي هو الأجهزة من جوة على الجانب البدني ده طبعا الاتشق الرئيسي بس بنشتغل على الجوانب التانية جالي طفل بدنيا مش جاهز ببدأ نزله في جروبات تسمح بان هو ينزل وزن او ممكن احنا نزود له عدد حجم التدريبة لحد ما يبدأ يجوين الجروب بشكل عادي جدا في النشاط اللي بنحدده له وفقا للاختبار والسن لان زي ما احنا عارفين كل الرياضة بيبقى ليها سن معين ولو حبنا نتكلم عن المرياضة بشكل عادي شوية او 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 يعني ده السؤال ده مهم برضو ايه السن يعني فيه سن معين لكل الرياضة ولا كل الرياضة ليها سن مختلف عن الرياضة التانية كل الرياضة بيبقى ليها سن بداية معين لان الرياضات بتختلف عن بعضها حتى في سن المنافسة يعني لو بنتكلم على رياضة زي رياضة الجنباز سن البداية بيبقى صغير من سن مثلا من 4 سنين 6 سنين بيبدأ 6 سنين ل7 سنين سن البداية ممكن نتكلم مثلاً على رياضة زي رياضة السباحة نفس السنة تقريباً في الجنباز لو رحنا بقى بشكل تاني والدوت بيرتبط بمتطلبات الأداء بتاعت الرياضة مثلاً لو بصنا على الألعاب الكوة الألعاب الكوة مش المقصود بيها الألعاب الكوة المقصود بيها هنا رياضات المضمار السبقات الرمي الوزب الحاجات دي الرياضة دي بسنة البداية فيها بيبدأ من عشر سنة عشر سنين لتناشر سنة ده سنة البداية لو رحنا للمنازلات مثلاً مقصود بالمنازلات هنا أي رياضة نزال فيها زي الكونغفو والملاكمة السن البداية مفروض بيبدأ فيها من سن كبير شوية أكبر حتى من ألعاب الكوة بنبدأ من سنة 13 سنة و14 سنة بس مش معنى كده ان احنا بيبقاش عندنا فيها مشتركين بيبقى في مشتركين بس بيغضعوا التأهيل مش التدريب بالشكل الفعال أو التدريب بالشكل النوعي أو التدريب بالشكل التخصصي لأ هو مجرد أنه هو بيمارس رياضة للحفاظ على جسمه للحفاظ على البيزج بتاع أي أساس للرياضة بعد كده لكن طبعاً لأن في عندنا اختلاف في سن البطولة مثلاً في رياضة الجنباز بنلاقي لعب الدرجة الأولى 14 سنة ولعب أولمبي لأ الرياضات التانية بيبدأ من 21 سنة 22 سنة سن البطولة بشكل كبير أو بشكل ضخم زي أولمبياء طيب بما أن بقى حضرتك أستاذ في الجامعة نحن الصغير معيت في الجامعة طبعاً صاحب أكاديمية رياضية زي كده فكنا حابين بقى نسألك هل حضرتك بقى ليك قبلي كده يعني مجال في موضوع الممارسة دوت في الرياضة عبوماً؟ طبعاً أنا سواء تدريب أو ممارسة الحمد لله ربنا كرمني بأسرة كانت محبة للرياضة بشكل عام مارست الرياضة من سنة 4 سنين تقريباً وده ضاف لحياتي حاجات كتير قوي وضاف لشخصيتي حاجات كتير مارست الرياضة زي دولة الكاراتيجو وصلت فيها الحزام الأسود مارست السباحة وبصلت فيها المراحل المتقدمة كان الجنباز في اسماعيلية زمان لسا يعتبر حديثة على المدينة مارست حاجات شبيهة لي لرياضة الجنباز في السن الصهير لما كبرت شوية مارست رياضة اسمها رياضة البركور وليت اعتبر رياضة حديثة برضو وبالمناسبة ده نشاط من أنشطة الأكاديمية رياضة البركور رياضة جميلة جداً هي أصلها فرنسي رياضة بتتسم بالشجاعة وترفع نسبة الأدرينالين وهي فن اجتياز الموانع بشكل عام مارست النوع ده من الرياضة ولما طبعاً وصلت الكلية أنا عاشق له الجنباز فابدقت بقى أمارس الجنباز بشكله الكامل على الأجهزة الرياضية دربت في أماكن كتير جداً ونزلت تدريب في أماكن كتيرة جداً زي النادي الأهلي كان ليه الشرف طبعاً النادي الاحتضاني بقى جامد بما أني اسماعلاوي النادي الإسماعيلي لليه الشرف أن أنا أدرب فيه لمدة ثلاث مواسم دربت في أماكن كتير جداً في رياضة جنباز وأماكن أكتر رحت عشان أكتصف فيها خبرية أكت طبعاً طيب إحنا بقى عاوزين نعرف يعني الرياضة إيها أهمية كبيرة كده زي ما إحنا كده يعني زي ما إحنا بنسمع كده وبنشوف إيه أهميتها بقى يعني من وجهة نظر حضرة وده سؤال عايز حلقتين ثلاثة نتكلم فيه أنا عارفة بس يعني هنحاول نختصر لو كلمنا عن الرياضة بشكل عام الفوايد بتاعت الرياضة فهي في جميع مناحي الحياة هتلاقي فايدة للرياضة يعني لو اتكلمنا عن الجانب الاجتماعي الولد لما بيبقى في جروب بيتعامل اجتماعياً بيعرف صحاب أكتر بيعرف يتكلم بشكل كويس بيعرف يتعامل بشكل كويس فده لو اتكلمنا عن الجانب الاجتماعي لو اتكلمنا عن الجانب النفسي بيقوى الشخصية أو بينمي للصفات زي القوة والشكاعة والذكاة والمصابرة لا الرياضة لو اتكلمنا عن أهميتها لا ده موضوع كبير جداً 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 عايزين نعرف الناس أهميتها كمان فيسيولوجيا وإحنا عندنا العمر عمر الإنسان بيتقاس بالعمر الزمني فيه عمر تاني فيه مكياس تاني للعمر اسمه العمر البيوليجي العمر البيوليجي للراديين يفرق عن غير الراديين تقريبا عشر سنين تقريبا يعني الرياضي مثلا اللي عنده خمسين سنة رياضي ومواظب على الرياضة ولو بشكل بزقي عمره البيوليجي العمر البيوليجي ده العمر الأجهزة اللي جوا بقى تلاقي عمر الأجهزة والأعضاء جوا أصغر عشر سنين يعني هو عنده خمسين سنة لا بدنيا وصحيا عنده أربعين سنة فالرياضة لو بنتكلم عن الرياضة فهي يعتبر عنصر أساسي وعنصر مهم وليها فواية كتير جدا 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 طبعا طبعا طيب فيه كتير قوي من أولياء الأمور الأم والأب مثلا وكده بيشوفوا كتير قوي إن مثلا لو ابني مثلا أو بنتي راحوا لعب رياضة أو مرس رياضة بصفة مستمرة بقى كده ومستديمة لا ده هيأثر على دراستهم وهيأثر على مذاكرتهم وهيخليهم ضعاف ومش يعرفوا يركزوا في المدرسة ودرجاتهم هتقل ومستواهم هيقل ده صحيح ولا هوا بيقابلنا أولياء الأمور من النوع ده أو كتير جدا وسريعا ما بيغيروا رأيهم لما يمارسوا الرياضة لا الرياضة بشكل عام مش عاقق بالعكس ده حافظ إحنا لو حسبنا لطايم بتاع الرياضة هلاقي ما بيقتطعش من اليوم وقت كبير جدا ولو بنتكلم على إيه المهم للطفل فهو الدراسة جنبها الرياضة على طول الاتنين بيمشوا مع بعض بالعكس أنا عندي الأبطال الجمهورية بتلاقيهم في الرياضة أبطال الجمهورية وفي الدراسة كمان مستوى عالي جدا 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 ومن الأوائل كمان معينا دلوقتي وردو هنكمل كلامنا معنا صور بس هنا حابقين حابقين تقول لنا بقى الصور دي إيه كانت إيه وفين الصورة دي ده جزء من من فريق العمل بتاع الأكاديمية طبعا ليه الشرف معي أصطف عالي جدا وعلى أعلى مستوى وكلهم من خريجي التربية الرياضية اليوم ده كان يوم جميل جدا احنا بنعمل اليوم رياضي أو الدور كده خارج الصالة اليوم ده كان في نادي التجديف والشراء نادي طبعا من أجمل نوادي الإسماعيلية الصورة مش واضحة شوية حد معاش هذه التقدير أو حاجة طبعا إحنا عندنا أبطال في المكان ودايما بيبقى عندنا شهدات تقدير ودايما عندنا أبطال جمهورية تماما ده جزء من تدريبات البالي أيوة تمام ده تدريب البالي ده جزء خاص بتدريبات الزومبا والفتنس ده طبعا الصورة دي نقف عندها كتير قوي 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 ومعنا طبعا الأبطال بتوعنا حمزة ياسر ومالك السيد ومحمد سعيد دي كانت بطولة الجمهورية سنة اللي فاتت تحت ثمان سنوات وحقق فيها المركز الأول من المدالية الزهبية وكان مستوى راوكي جدا قدمته الأكاديمية من خلال الأبطال في البطولة ما شاء الله ده جزء آخر من المكان الخاص بتدريبات الزومبا والفتنس تماما الزومبا بقى عند حضرتك برضو كبار ولا كبار وأطفال فيه كبار وأطفال احنا بنقدم كابت محمد غريب طبعا كابت محمد غريب هو معظف مدير شباب والرياضة وخريق كله التربية الرضية ومن أقوى مدربين الكوفو لو ما كانش الأقوى في اسماعيلية وطبعا جزء من الأبطال دول البراعم عندنا الأولاد فريق تحت سبعة تأهيلي الفريق ده إن شاء الله نشوفه السنة دي مع الكباتن بتوعه أنا وموجود مع الأبطال بتاعنا فريق تحت تسعة بنيين وتمانية بنيين وفريق تمانية بنات ده جزء من التدريبات مرونات ده جنبوز بتاعي ده جنبوز اه طيب نكمل بقى احنا كلامنا في موضوع أوليها الأمور اللي حاسين موضوع الرياضة هيأثر على الولاد سلبا لا هو الرياضة بتأثر إيجابا وده أكتر حد يعرف كده اللي مارس الرياضة بشكل البطولة وبشكل العين مش اللي بيمارس الرياضة لمجرد إنه هو أحد أجازة صيفية فبيمارس الرياضة لا بالعكس يا جماعة أنا عايزة نبه أوليها الأمور إن الرياضة لازم يبقى شكل مستمر والرياضة لازم تبقى فيها صبرت من وليه الأمر إن الرياضة مهمة جدا 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 زيها زي الدراسة لإن الرياضة بتساعد على التحصيل الرياضي بتساعد على التحصيل الدراسي لإن الولاد دايما بيبقى أكتف بيستعيد نشاطه يعني بعد المدرسة لما بيريح شوية يرجع ينزل التمرين بيرجع عنده باور بالعكس الوقت اللي بنستغله في الرياضة وقته مهم جدا بيضيع لو الطفل ما بيمارس الرياضة في حاجات تانية ملهاش يعني يعني مش هنقول ملهاش طابع كويس أو ملهاش لازمة لكن الطفل لما بيمارس الرياضة بيستغل الوقت بتاعه بشكل كويس حتى لو في وقت الدراسة بيبقى الطفل اجتماعيا كويس بيكون صداقات وزميله بيبقوا معي في المدرسة وبيبقوا صبرت لإن الرياضة بتبقى نفس السن فبيبقوا مع بعض وصبرت دايما لبعض لا بالعكس يا أنا أحب بوجه رسالة كلها لأمر إن الرياضة بيكون داعم لابنك وحافظ ومنشرة إن هو يبقى متفوض دراسيا كمان تمام يعني هنريك بتنصحهم إن هم يستمروا يستمروا طبعا في الرياضة ما يوقفوش طبعا ولو هم أصلا ما بيعني ما بيلعبوش رياضة لأ لا ما بيلعبش رياضة دا لا ثقافة الرياضة في مصر محتاجة كتير 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 خصوصا إحنا مهتمين لكرة القدم شوية قوي رياضات الفردية ورياضات الجماعية التانية لا يا جماعة إحنا لازم نبقى عندنا ثقافة ووعي رياضي أكتر وده طبعا بنسعاله كلنا كتروس صغيرة في المجال الرياضي والمؤسسات بشكل عام إن هو يطوره دوت بشكل ملحوظ وشكل داعم آخر سؤال بقى لحضرتك وده هدفنا الأساسي من الحلقة هل الرياضة ليه علاقة بالجميل؟ لا هي الرياضة ملهاش علاقة بالجميل الرياضة هي الغمال والجمال هو الرياضة الشخص الرياضي أو الشخصية الرياضية بشكل عام سواء بنت أو ولد بيبقى باين عليه إنه هو يمارس الرياضة بيبقى عليه بشكله باين عليه بأسلوبه في التعامل بيدفع عليه نوع من أنواع الجميل كده الرياضي الرياضي بيبقى جين جنتل في تعامله لان الرياضة زي ما بنقولنا بتربي اجتماعيا وبتربي نفسيا لو جينا بقى على الجمال بشكله بصيخته المعروفة او جمال الوش او كده احنا الرياضة بتخلي بتعمل انتظام في الدورة الدموية بتخلي دايما البشرة نادرة والشخص باين عليه ان هو رياضي الشكل الجسم البادي بشكل عام البادي بتاع الجسم بشكل عام بيبقى كويس جدا بيباني ان هو الماصلز بيباني من خلالها ان ده شخص رياضي بيمارس الرياضة فالجمال جزء من الرياضة تمام مرسي جدا جدا والله لحضرتك انا ممسوط جدا انها كنت معاك كانت حلقة جميلة جدا ويا رب يكون كل ولية امر استفاد اتمنى ويا رب بس تكون الاكاديمية بتاعتك والشاهر وعلى اسماعليه ان شاء الله ويبقى ليها فروع كتير وكتير ان شاء الله وده هدفنا في الاكاديمية احنا ننشر الرياضة بشكل عام مرسي جدا ونورتنا ومرسي اوليكم يارب يكون الحلقة عجبتكم شكوه في الحلقة الجاية انسي اجمل سلام